موسيقى لقد تلتلي عندك عدة أنواع نعم دعني أرى الأنواع التي لا هي موجودة في السوق نعم وأنا أريد أن أركز على ما؟ على الليمون أبو الكيلو نعم الوزن الوحدة كيلو تفضل السلام عليكم صورنا في معظم المناطق ومعظم الأراضي ولكن هناك منطقة أو المناطق الساحلية في العموم التي تشتهر بأهم أنواعها وهي أنواع الحمضيات لا تتحدث عنها ولا تتحدث عن الأجواء ولا تتحدث عن الإثمار فيها اليوم ستكون حلقتنا مميزة من الريف الغربي لإدلب للحديث عن الحمضيات دعوكم معنا بالنسبة للزراعات نحن أي شيء نسأل المزارع لماذا زراعت هذه الزراعة إلا الأشجار تتحدث عن الأشجار كنت أعتبر معمرة كيف حصلت لكم بالزراعة؟ 30 سنة 35 سنة 35 سنة لا تتحدث عن أنواع لك نعم نعم نحن عملنا جولة تبارك الرحمن أن هناك أصناف منطعة طبعاً نحن تأخرنا قليلاً بالتصوير نحن اليوم تقريباً سنصير بنصف كانون نعم ولكن حالياً ما هي أكثر الأصناف المزروعة عندك؟ هلأ أكثر من الأصناف هي الكرمنتينة البلدية والأب الصرة المصري تمام اي هذه حالياً هى الموجودة لدينا أصناف آخر كالصمصومة والكرمنتينة الفرنسية التي توجد العضورة عن الليمون الشموطي والليمون الماير هى أصناف مبكرة أصناف التيي متأخبة هي الكرمنتينة البلدية والأب الصرة المصري نعم الأجواء الآن المناسبة على ذراعة من ناحية الرطوبة بما أننا نقول المناطق الساحلي هي أكثر مناسبة للزراعة بالنسبة للرأي، أنا شايف مادة شبكة تنقيط الميل عندك من وين؟ من النهر والله من النهر تمام، معلتها في عندك مثل الحفر البير وغيرها هي تكاليف قليلة لا يوجد منها بالنسبة للمكافحة، لازم تكونها عندك دورية بشكل دائم نعم بما أننا ذكرنا أنه منطقة رطبة فهي تحتاج للمكافحة الفطري أكثر من الحشرية نعم ما هو النظام المكافحة عندك؟ نظام المكافحة جيد ولكن نحن نعاني من الأمراض الفطري كثير في تصيب الحمضيات خاصة هو التصمخ بجعل الحمضيات وهذا كلفة علاجه كبيرة بالنسبة للأشجار الحمضيات، طبعا نحن الوقت المناسب لتقليم إلها بيكون بعض القطاف مباشرة هناك ناس تترك لربيع أو بداية الربيع ولكن أفضل شيء يكون بعد القطاف لأن العصارة تكون نوعا ما ثابتة الأفضل شيء بالنسبة ليكون عندنا إنتاج جيد بالنسبة لأشجار الحمضيات أولا شغل إن إحنا بإضافة الأسمدة بعد عمليات القطاف فمنضيف الأسمدة المركبة بطيئة التحلل الأمر الثاني بالنسبة ليكون عندها زراع على أشجار الحمضيات تسألنا أنه حاليا أنا زراع أشجار الحمضيات ولكن ما عندي إنتاج بالنسبة لزراعة أشجار الحمضيات طبعا نحن رح تدخل في طور الإنتاج بعد ثلاثة أربع سنوات في بعض الأحيان نرى شجرة برتقان أو ليمون فيها الاتمار بسيطة هذه تكونها نتيجة تكثيف الأسمدة ولكن عندما تدخل في طور الإنتاج بعد أربع سنوات مثل ما ذكرنا العمر الاقتصادي إلها من ستين إلى سبعين سنة وممكن توصل إلى المئة سنة ببعض الأحيان لما تكون في إلها عناية كبيرة نحن عم نشوف كثير نحن ماشينا على الطريقة عم نشوف أنه يا أخي الأسعار بالنسبة للبرتقان في العمو عبي بيعه بأربع أو بخمسة ولا أنت هون عبتليني الأسعار نوعا ما متحسنة طيب هذا أبو الأربع ليرات كيف عتوفي مع اللي صاح اللي زارع ومع العلم أنه عبي حط تكاليف إن كان من السقاي من المكافحة بشكل دوري كيف عتوفي معك هاي البضاعة اللي عم تبعه بالأربع والخمسة هاي بضاعة مستوردة مو بضاعة شغلة عنا تركي؟ أيوه أساساً أما البضاعة ما توازي بضاعتنا يعني بضاعة تركية لا بالطعم ولا باللون ولا بأي شكل يعني بضاعتنا تفوق بهاي الصفات أبداً يعني كان بالطعم ولا باللون حتى فر الأسعار يعني بالنسبة لأنه كمنتجات موجودة كان من البرتقان ولا من الإغريفون من الليمون يعني هي وسطية يعني هي غالية كثير نعم هي أغارب نعم هي أثرت البضاعة التركية أثرت على السوق يعني نحنا كنا نبيع سنة الماضي بنفس الأسعار هلأ ولكن كان الدولار فرقية الدولار أيوه الدولار كان بسنة 17-18 ليرة اليوم الدولار بـ 30 ليرة عم نبيع نفس الأسعار بـ 10 و 12 يعني ما في نصف دولار ما عم بتجيب نعم هذه يعني مشكلة هلأ إذا أنا لك أحكي لنا عن الأجواء اللي هون عنكم القطاف يعني شفت الشباب هون مجتمعين الشائعة الحطاب يعني هاي أجواء هاي لابد منها طبعا طبعا ونحنا هلأ أصدنا بمسكن وتقريبا شو الوضع عندكم؟ الوضع الحمد لله هذا الوضع يعني نحنا هذا موجود يعني في كل موسم موجود أيوه إن كان يعني معروف في الساعة عشرة صباحا في بريق شاي على الحطب أيوه للعمال يعني أصحاب العمل فكل شي موجود نعمل بريق شاي عند الساعة عشرة عند الظهر مثلا الغداء حسنا نحن لحقنا الفطور إلا ما لحقنا يعني جيتوا قبل بعد الفطور تمام حسنا بالنسبة لك كمهنتك هي مهن الأساسي الزراعة نعم الحمد لله يعني دعنا نقول بهذا الموسم هو عمليات القطاف وقبل الرعاية يعني متفرغ أنت كمجارع الحمدية نعم متفرغ لهذا الأمر هذا قلتلي عندك عدة أنواع نعم دعنا نرى الأنواع اللي مهم موجودة بالسوق نعم وأنا بدي ركز على إيش؟ على الليمون أبو الكيلو نعم اللي وزن الوحدة كيلو نعم هلأ هاي هي الشجرة التي لدينا عليها الليمونة نعم هاي هي هاي هجينة طبعا هاي هاي هجينة هاي صار لك زراحة؟ صار عمره سبعة من سنوات سبعة من سنوات هلأ كثير من الناس بصناولون بيشوفها هاي رح يقول لك هاي بومالي أو رح يقول لك إغريفون ولكن احنا بعد ما قطعنا أول وحدة وهي الثانية يعني تبارك الرحمن ليمون؟ نعم ليمون هو ليمون لكن مهجن تهجين يعني تمام من وين هاي جبتها؟ والله اجت سبحان الله والدي الله يرحمه جاب طعم وطعامه من واحد يعني كان يطاع لبنان تمام فجاب الطعم ومش الحال إن شاء الله تبارك الرحمن هاي جبسة هاي تماما ما شاء الله هلأ بعي الأصناف الموجودة عندك نعم هون من وين كلياتها؟ أصولها بالنسبة للزراعة؟ الأغلبية كنا نجيبها من الساحل من الساحل من الساحل كويس الزراعة لنا نصنع تقريبا شئتين سنة نعم هون حتى شفت أنا بالنسبة للإستخدام الشباب والعمال اللي بتقطف الثمار نعم كله ما هو حصرا ايش؟ المقص ما بيصير مشان ما يقضي الشجرة مشان يطلع معه الانتاج جيد الأصناف الثاني اللي عندك ايش كمان فيه؟ في هاي الصمصومة هاي الصنف بيطلع بكير كويس هلأ أنت خاصة؟ هاي خاصة ايه؟ فرنسي التركي فرنسي هذا كرمانتينا فرنسي هذا هو فيه استبعض كمان هذا صنف بيطلع بكير هاي الكرمانتينا هاي؟ هاي كرمانتينا فرنسي فرنسي نعم ايوة هاي كمان يعني تطلع بكير ايوة بيبقى مننا بعض الأشياء لحد الآن يعني تمام أول ما دخلنا على البستان عندك شفت فيه شجرة كمان هاي حامضة دعناها فهي حامضة هاي الصنف اللي جايبه ايش هو؟ هذا صنف مندالينا مندالينا هاي متأخرة بيطلع بعد الكرمانتينا كويس هاي صنف يعني ما في منه هالكميز زيادة بسبب انه ماله مرغوب بالسوق تمام ما شاء الله يعني شوف الفرق بين الليمون الليمون هاد والليمون هاد والليمون هاد تبارك الرحمن هاي جدله هاي تمام ما شاء الله الثاني اللي انه هاي هون موجودة نعم هلا اولا وشفناها هون طبعا البستان اللي عندك هو متنوع باكتر شي بايش؟ بالكرمانتينا والابوصرة المصري بالعموم شايف فيه اضافات من بعض بعض الاصناف كاليافاوي كالفرنسي الصنصومة الليمون بشكل عام شاموطي والمايور هون في عندك كمان غراس مشان الزراعة نعم نعم هذا زفير هذا طبعا نحن هلأ في امر رح نحكي فيه بالنسبة لأي اصل كان بالنسبة للزراعة بالنسبة للبرتقال ضروري جدا انه يكون الزفير موجود لأنه الزفير هو يعتبر الزفير هو اساس جيد مقاوم للتصمغ نعم فلهيك هاي هي الحامضة هاي هي نعم هذا المندلين تمام كميس ما شاء الله أصناف سبحان الله تبارك الرحمن يعني يسقى بماء واحد ولكن تبارك الرحمن بالألوان وبالطعمات تمام الله أعطيك العافية الله يعافيك يا رب بالنسبة لطبيعة الأرض هي مدرجات انت اللي سابقا فتحتوها انتم من الجبل نعم لك عني بالنسبة لتفتيحها من الجبل كان فيه عندكم إضافات انتم بالنسبة للتربة؟ ولا اعتمدت بسع التربة الأساسية؟ لا بسع التربة الأساسية حتى نسبة الأحجار أكثر بكثير من التربة لا أرض جبل هي يعني فتحناها في البلدوزة يعني لم يكن في إضافات التربة؟ لا 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 يوجد تتريب لا لا يوجد حالة الأرض تمام ما شاء الله طبعا هذا الأمر قديش صار له تفتيحها؟ صاره شيء ثلاثين خمسة وثلاثين سنة حالها؟ نعم ولكن بالنسبة للعمل يكون عندك بشكل دائم من العمال أو غيره؟ طبعا طبعا أنا لفت انتباهي أن الحشائش الموجودة أو الحشيشه قليل نوعا ما هل يكون هناك متابعة بالرش؟ طبعا من الرش مبيدة عامة مبيدة عشاب تمام لأن فلاحة ليس من فلاحة بين الحمضيات هل شفت عنكم تركتور الكبير؟ لا لا يوجد تركتورات صغيرة تركتور هذا فقط للنقل أما فلاحة هنا لا يوجد فلاحة بين الحمضيات هل تكون هناك زراعة معينة بالنسبة للعائل البقولي أو غيرها؟ مثلا فول قليل تزرع فيه؟ نزرع قليل جدا شيء قليل لماذا الزراع؟ لتحسين التربة من الأزوت أو لا تكون هناك اكتفاء ذاتي؟ لديك اكتفاء ذاتي نعم مثلا اكتفاء ذاتي تم مولي للبيت هذا الأمر نحن نتحدث به بشكل دام أن أنت حتى الحمضيات عندما تزرع ببعض الأحيان الخضروات مثلا الحشائش مثل الجرجير وغيره الفجر فهذا يؤثر على يكون هناك زيادة للحشرات أكثر وأكثر فراح أضطر أني كافح أكثر وأكثر لا فلا نظل نحن متفردين أو عن ما بالزراعة نفسها بالنسبة للترب المناسبة لزراعة الحمضيات طبعا هي تحب الحمضيات الترب جيدة الصرف مثل ما ذكرنا أنه إذا كانت الترب الموجودة مثل هون صخري فراح يكون فيها الإنتاج أكثر وأكثر الأجواء المناسبة له هي الأجواء الراطبة لا نرى أن نحن الزيادة في الإنتاج بالنسبة للأراضي الموجودة إن كانوا بدركوش أو بالساحل في العموم فهي البيئة مناسبة بشكل كبير لأشجار الحمضيات ولكن ليس سؤال إذا أنا مثلا زراعت بمناطق أطمئة أو سرمدة أو غيرها من المناطق فتنجح معنا لتكونها زراعة ناجحة ولكن سوف نوفر لها مياه بشكل دائم لحتى يكون في عنا استمرارية في وجود الأجواء الراطبة شجرة الحمضيات طبعا المفروض يكون فيها المكافحة دورية تبدأ المكافحة الفعالية إلها بالربيع طبعا في أكثر الحشرات الممكن تصاف فيها هي الحشرات القشري بالإضافة للحشرات إن كانت من حافرة الأنفاق أو بعض الأمراض الفطري ولكن إذا اضطينا النظام معين للحفاظ على هذه الشجرة بإذن الله ما رح يكون في عنا أمراض أبدا وراح تستمر عنا في الأعطاء ويكون إنتاجها جيد وبالإضافات إن شاء الله بنحكي فيهم بحلقات بمواسمها لكل منطقة تنوع إن كان بالنسبة للأراضي الموجودة إلها أو حتى التنوع إن كان بالمحاصيل أو الأشجار اليوم شفنا الحديث عن الأشجار الموجودة أشجار الحمضيات حكينا عن البيئة المناسبة إلها بالإضافة للحديث عن بعض عمليات الخدمة إلها نلقاكم إن شاء الله بحلقات أفضل وأفضل السلام عليكم اشتركوا في القناة